بسم الله الرحمن الرحيم أجزاء حتى نقصر عليكم فترة الفيديوهات الاسكيزوفرينية هي كرونيك ألنس كاركترايز باي بوزيتف سيمتمز اللي هي عادة نصير ديلوجينز عند هالوسينيشنز الهالوسينيشن انت تعرفونها الهلوسة والديلوجينز يعني هي الأفكار اللي هي أفكار كأنما غير موجودة فعلا النقاتف سيمتمز هي اللي كنا ناخذها سابقة بالتقريبا اخذناها بالدبريشن قلنا أكون تتلخص بكلمة أنهدونية فذول النقاتف سيمتمز والبوزيتف سيمتمز مع السكيزوفرينية ممكن أيضا نصير بيها كوغناتف سيمتمز أو كوغناتف ديس فانكشن مثلا إمبيرد ويركينج ميموري إكسيكيوتف فانكشن ذن الأشياء اللي تأثرا على الكوغناشن مع المريض كل ذن يقدن إلى إمبيرد سايكولوجيكال فانكشن في الخلاصة عدنا بوزيتف سيمتمز اللي هي الهالوسينيشن والدلوجينز وعدنا نقاتف سيمتمز اللي هن الأنهدونية والسوشيال آيزوليشن والكوغناتف سيمتمز اللي هي أو ديس فانكشن اللي هي عادة تنتأثر على الميموري وأيضا على الفانكشن بصورة عامة كل هاي الأشياء مثل ما حجينا تأثر لنا على السايكولو أو السايكو سوشيال فانكشنينج معالة المريض السكيزوفرينيا الكوزيشن يعني عدة ممكن تفسر لنا ليش المريض سصير عدة سكيزوفرينيا مثلا أكو أشياء يعتقدون أنه أكو جينات معينة موجودة عدة المريض يعني جنيتك فاكتورز أكو أشياء متعلقة بالأوبستتريك كوملكيشن وذ هايبوكسية إذا الطفل انولد وصارت عدة مشكلة مضاعفات خلال فترة الولادة وصارت عدة هايبوكسية ممكن تعتبر واحد من الأسباب اللي تأدينه إلى سكيزوفرينيا ممكن نيورو ديفلومنتال فاكتورز نيورو ديفلومنتال فاكتورز يعني ممكن خلال فترة نشو أو تطور الجهاز العصبي قد تصير عدنا فترة مشكلة ممكن تأدينه إلى سكيزوفرينيا بالمستقبل أو أيضا دوبامين ريسبتر ديفكت يعتقدون أنه أكو مشكلة بالرسبتر زمالت الدوبامين بالبرين أو لا والله أكو مشكلة ريجين البرين ابنورمالتيز يعني مثلا زيادة أو قلة الدوبامينيرجيك بروسيس إن سبيسيك برين ريجين زيادة تحصل بفعالية الدوبامينيرجيك نيورون أو قلة بفعالية الدوبامينيرجيك نيورون في مناطق محددة من البرين ممكن تأدينه إلى سكيزوفرينيا أو ربما أكو ناس عندهم ستركشورال ديفكت بالبرين مثلا زيادة بالفينتريكولار سايز ذكرون أنا من قلت لكم الفينتريكولز أنا عندي بالبرين عدي عدة فينتريكولز أكو سبيسيز بداخل البرين سميها الفينتريكولز الفينتريكولز إذا تذكرون قلت لكم أكو ثنين فينتريكولز ثنين هيتشي متوازيات أو هيتشي يسمونهم هذا هذا وهذا واحد وأكو يطلع الثيرد من نانا وبعدين توسع معين هنا يصير يسمونه الفورث من تريكول اللي هو ممكن داير ما دايره هنا داير ما دايره يكون هنا الثلمس منه ومنه وهي استيربيلم داير ما دايرها فيعني القصد من الموضوع أنه أنا عندي فينتريكولز سبيسز هاي السبيسز بالحقيقة هي اللي تكون السي أس أف من السقوف مالتها تكون السي أس أف يعني السقوف مالت نانا كأنما أكو فد مكان يكون السي أس أف يسمونه إبن دايمة ما لكم علاقة بس احنا نعرف أنه عندنا أكو فينتريكولز سبيسات داخل داخل البرين هاي تكبر مثل ما إذا تذكرون حاجة عند مريض الألزهايمر أيضا تكبر هاي السبيسات وتضغط على الأنسجة المحيطة بيها منا ومنا فلذلك مريض الألزهايمر ممكن تزداد عنده وأيضا اتقل عنده الجري ماتر الجري ماتر الجري ماتر هي احنا عدنا تعرفون عندنا وايت ماتر وعدنا الجري ماتر الوايت ماتر هي اللي تشكل أجسام الخلايا العصبية والجري ماتر تشكل قصدي يعني الأكسون العفو الوايت هو الأكسون مع الخلايا العصبية والجري ماتر هي البادي أوف نيرف سيلز أوكي فذين الأشياء كل هن ممكن يقولون يعتقدون أنه أبو السكيزوفرينية عدة هاي الأشياء الصير إذا أريد بس مجرد أذكركم بالبرين لأن كل شو مهم تنتبهون اللي هنا على البرين وشنه مكونات البرين الشغلات اللي تهمنا راح ناخذهن الشغلات اللي تهمنا هذا اللي قدامكم اللي تشوفون الجاي أشر عليه بالأحمر هذا هذا كل يسمون الكورتكس كأنما أنا عندي two hemispheres البرين كأنما هذا مقسوم هاي sagital view يعني هاي كأنما أنا دابع للبرين من الصفحة يعني قاصة كأنما قاسم قسميا من الصفحة ودابع له وهذا أشوف الجزء الداخلي هذا الجزء المتعرج هذا الجزء اللي تشوفون متعرج هذا يسمون الكورتكس مالتي البرين هذا الكورتكس يعني الجزء الخارجي منه لونه غامق يسمونه grey matter عادة الكورتكس يكون grey matter بينما الجزء اللي فاتح يصير أكو جزء فاتح به يعني لونه يعني على فتح أفتح يعني يصير يسمونه white mater هذا اللي نشوفه قدامكم هذا اللي هنا شوفونا هاي قدامكم هاي كلها يسمونها جزء من يعني احنا عادة متعودين انه الجريماتر صير بالجهة الخارجية مع التلبرين الجريماتر هنا والجزء الداخلي هو فاتح white matter طيب الwhite matter اكو بنصها بنص الwhite matter بعض المكونات هن جزء من الجريماتر يعني هن مغروسات بداخل الwhite matter بس هن بالحقيقة طبيعتهن يعني collection of nerve bodies متجمعات هنانة وإلي هن اسم بعض هن إلي هن اسماء معينة بس كل اللي بتفلين سميهن بيزل قانقلية هاي يسمونها البيزل قانقلية كلها هاي كلها سمونها البيزل قانقلية هاي البيزل قانقلية بالحقيقة تشكل هواي اشياء يعني مو شغلة وحدة مثلا اكو افتراضا جماعة يسمونهم افتراضا جماعة يسمونهم البيوتامين جماعة يسمونهم globus pallidus GP جي بي شونها طبيب الجي بي globus pallidus وبيوتامين والثالمس والآخر الهايبوثالمس كل هن ذنهن عبارة عن grey matter مغروسات ضمن white matter اللي هي بنص الbrain اوكي وكل وحدة الهوظيفة معينة بعدين ننزل لهذا الجزء الاصفر هذا الجزء الاصفر شوفونا هذا الجزء اللي منها ده احدد عليه انا هذا الجزء مو اصفر هو ماضي برتقالي شون يسمونه انتو سموه هذا الجزء الجزء الفوق منه هذا الجزء الفوق منه يسمونه midbrain والجزء العريض الجزء العريض المنتفخ هذا المنتفخ يسمونه pawns القنطرة يعني pawn pawn او pawns القنطرة وبعدين من ننزل لي جوه هذا الجزء شوفونا هذا الجزء يسمونه المدلة المدلة اوبلنقاتة فعنا عدي الbrain stem او جذع الدماغ يتكون من ثلاث شغلات المدبرين والpones والمدلة اوبلنقاتة وينزل جوه المدلة اوبلنقاتة بنهاية المدلة اوبلنقاتة يطلع لل spinal cord وينزل اللي جوه هذا جزء الbrain طبعا تشوفون هاي الجزء المتدلي هذا الجزء المتدلي هاي الpituitary gland الpituitary gland معلقة تعليق فالشغلة يسمونها القمع القمع أو يسمونها infendibulum infendibulum أو من تصعد اللي جوه هذا يسمونه هذا tubercynerium يعني هذا الخنق هاي الرقبة مالتها infendibulum والجزء الفوقاني هذا الفوقاني سمونه tubercynerium أوكي هاي شغلات شباب يعني هي تفهمكم على المحاضرة سما مطلوب منكم الكلام بس تفهمكم لأن راح تمر عليكم شغلات ربما هاي الشغلات ما تفتهمها إذا ما افتهمت هذا الجزء من الشرح فأكرر أنا عندي عندي البيزل غانجلية هاي البيزل غانجلية هذا البيزل غانجلية هي عبارة عن تجمعات من من الغري متر ضمن الوايت متر صائرة مغروسة ضمن الوايت متر وهنا يسمونهم كلهم كولكتف لبيزل غانجلية جزء منهم يسمونها ستراتم ستراتم شوفوا سترا تم وجزء منهم يسمونهم كوديت كوديت الكوديت بالحقيقة هي هذا الجزء شوفون هذا الجزء هذا الجزء اللي هو عبارة عن هاي هاي مفترة هاي شوفون مفترة هذا الجزء يسمونه كوديت هذا كوديت إلى إلى هيد وإلى body وإلى tail هاي الكوديت وأكو يعني أسماء مثل ما قلت لكم بيوتامين وغلوبس باليداس الهن اسماء معينة احنا ما يهمننا ذن الاشياء وعدنا هنا منوصل للميدبرين يهمني بالميدبرين هذا اكو فان منطقة بالميدبرين منطقة هي عبارة عن فد منطقة صغيرة يعني لو اكبر الميدبرين القالي فد منطقة صغيرة هيك بيه هاي المنطقة بنصها فد نقاط سود هاي النقاط السود هي اللي تفرز الدوبامين بالدماغ هاي النقاط السود النقاط السود هاي المادة احنا تعرفون المادة نسميها سبستانس مو المادة نسميها سبستانس ودائما الأسود مو نقول عليها نيقرو فهاي يسمونها سبستانشية نايقرا يعني المادة اللي بيها نقاط سود بيها دوبامين اوكي هذا صار عندنا هاي صورة واضح راح راجعها بصورة عامة انا عندي قريمتر هذا القريمتر هذا الكورتكس هذا الكورتكس يسمونه كله يسمونه كورتكس وهذا الجريمتر عبارة عن شنو النمسح اللي خليته هذا هنا شوفونه أعيد مرة ثانية أقول لكم هاي الجريمتر هاي هنانا الجري الجريمتر وهذا أيضا وهاي هنانا المفروض الوايت متر وهذا الجزء الجريمتر مغروس بنص الوايت متر كله يسمونه بيزل قانقلية جزء منه مثلا هذا هذا هنان يسمونه هذا يسمونه السطراتم هذا السطراتم او يسمونه هذا الكوديت رعفظم خليه مسح هذا الجزء يسمونه الكوديت كو ديت هذا الكوديت هاي المنطقة هنان هاي هنان تقريبا هنا جوا جوا يسمونه السطراتم شوف هذي يسمونه Territorium كاتبين عليها دورسل سترياتم يكمونه أو ستراتم سترياتم أو ستراتم فهذا الدورسل سترياتم وعدنا مثل ما قلنا لكم عدنا من ننزل الميدبرين نلقى منطقة بيها نقاط سود هي شي هاي المنطقة بيها نقاط سود هي اللي تفرز الدوبامين بيليبرين سميناها صبستينشيانا اوكي اما هذا الكورتكس كل هذا الكورتكس فالجزء الامامي منه هذا الجزء الامامي اللي هو على الجبهة مالتنا يسمونه pre prefrontal cortex يعني الكورتكس اللي صاير امامي prefrontal cortex هسه نجي بعد ما افتهمنا ذني الاجزاء مالت الدماغ نجي اريد اقولكم الدوبامين موجود بالدماغ في اربع مناطق مهم جدا تعرفون الدوبامين وين موجود الدوبامين يا شباب موجود بالدماغ في اربع مناطق موجود وين موجود اول منطقة موجود بالسبستين شيانا يقرأ مو؟ سبستين شيانا يقرأ هي اللي تفرزه والسبستين شيانا يقرأ راح تلطيني تودى فد باثوي يعني منصب السبستين شيانا يقرأ إلى يعني هذا الباثوي تودى منصب السبستين شيانا يقرأ إلى سترياتم للسترياتم ستريا تم يعني الكوننكشن بين السبستين شيانا يقرأ هو الباثوي اللي بين السبستين شيانا يقرأ فلذلك أي دفكت بي إذا نفترض صار دفكت بي يصير عندنا باركنسون ديزيز بالنقرو سترياتم باثوي المكان الثاني اللي بي دوبامين هو سمونا الميزو كورتيكال باثوي باوع عوية week mezeو كورتيكال كلمة ميزو 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 هنا رح اقتبه هنا كلمة ميزو بنت أسمع ميزو تعني كلمة ميزو يعني midbrain يعني هذا الميدbrain أو الدماغ الأوسط midbrain فمن أقول ميزو كورتيكال بش تعني ميزو كورتيكال يعني من الميزو من الميدبراين لحد الكورتكس اللي هو بري فرونتال كورتكس قلت لكم الحد البري فرونتال كورتكس هذا من المدبرين هذا أيضا هذا المسؤول عن مسؤول عن من مسؤول عن الثوتس الثوتس الأفكار مالتنا والشخصية وإلى آخره إحنا شلون نفكر وشنو شخصياتنا هذا مسؤول عن الثوتس فمن ينتجي الكونكشن من المدبرين لحد شنسمي ميزو ميزو كورتكال باثوي شوفونا هذا الأزرق الطويل هذا من الميزو يعني المدبرين ورايح لكل الكورتكس راح يوزع لكل الكورتكس فينظم لي عملية الثوت والأفكار اللي أنا أحكيها بعد الثالثة عندي باثوي ثاني يسمونه ميزوليمبك ميزوليمبك الميزوليمبك باثوي يا شباب شوفوون هنانا أيضا من المدبرين بس وين يروح هنانا يروح للليمبك سيستم الليمبك سيستم أيضا فاتشي سيستم معقد الجزء من البرين مسؤول عن من الليمبك سيستم مسؤول عن أيضا البهيبيار مسؤول عن الثينكينك مسؤول عن الميزوليمبك هلا يسمونه ميزو ميزو اللي هو الميزو 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 يعني أكون الميزوليمبك سيستم مسؤول عن ذن الأشياء كلهن في ميزو الميزو هذا مسؤول عن أيضا الثوتس الثوتس هل قد تتعرفون هزابة على هذا الثوتس والبهيذير بهيذير والفيلينك مو وهكذا اوكي ثني والنقطة الرابعة اللي موجود بهالدوبامين وين موجود موجود بالبيتيوتري قلان بالبيتيوتري بالبيتيوتري قلان بالبيتيوتري قلان موجود الدوبامين وإحنا مسمينها يناعلكم بهاي الرسمة قاعدين عليها تيوبرو انفينديبلار باثوي قلت لكم هذا هذا الانفينديبلام وهذا تيوبر سينيريام فيسمونه تيوبرو انفينديبلار باثوي بدوبامين هذا يجي للبيتيوتري قلان ليش الدوبامين يجي للبيتيوتري قلان لأن تعرفون الدوبامين من يجي للبيتيوتري قلان حتى يسوي انهيبشن للبرولاكتين برولاكتين هورمون حتى ما يطلع البرولاكتين هورمون فإذا طلع البرولاكتين هورمون عندنا هواية ممكن يسوينا انفيرتليتي فالدوبامين يسوي انهيبشن للبرولاكتين هورمون ذن الأربع مناطق بيهن الدوبامين موجود هاي الفاثوي ما للدوبامين أو الدوبامينيرجيك باثوي أي دفكت يصير بذول الباثويز ممكن يؤدينا إلى أمراض معينة فهذا البانت البيتوتر اللي قلنا يقديننا إلى infertility متذكروا infertility وأول pathway يقديننا إلى Parkinson disease بينما ذنى الاثنين باثوات إذا صار بيها المشكلة سواء ميزوليمبك أو ميزو كورتيكل اثنيناتهم يقدننا إلى سكيزوفرينية لأنه يعتقدون أنه السكيزوفرينية على الأكثر هي مشكلتها الرئيسية موجودة مشكلتها الرئيسية هي زيادة الدوبامين بالبريين باللمبيك سيستيم وبالبريفرونتال كورتيكس لذلك دائما الدوبامين هو مسؤول عن ذكاء الإنسان بالسكيزوفرينية يسمونها دائل أذكياء دائل أذكياء فالدوبامين كل ما صعد يزداد IQ معلت الشخص لكن إذا صعد كل جهوية يعني ممكن المريض قد يكون يسودن يعني المريض المصطلح نيسودن المريض شون السودن المريض لأنه أكو حد فاصل بين واحد كل جذكي وبين واحد ممكن يتحول إلى أن طبعا هاي يعني مو شهر أخوة واحد قد يكون واحد مو ذكي وهم ماتي السودن بس بصورة عامة الدوبامين هو مسؤول عن يعني بصورة عامة فالدوبامين إذا صعد في المكان معين ممكن يؤدينا إلى مالة السكيزوفرينية اللي هي الهالوسينيشن والدلوجين والأفكار هاي الأفكار الضلالية اللي ممكن نصير عدة أوكي هذا مقدمة عامة عن السكيزوفرينية وشلون نصير السكيزوفرينية طبعا هما يعتقدون يعتقدون أنه الnegative symptoms الnegative symptoms ربما مشكلتنا يعني عدنا قلة بالدوبامين بالnegative symptoms عدنا قلة بالدوبامين بالprefrontal cortex بينما الpositive symptoms زيادة بالدوبامين ويعتقدون أيضا أنه سيروتونين أيضا إلى يعني contribution من يقل عدنا السيروتونين أيضا السيروتونين من أنواع السيروتونين ممكن يصير عدنا المريض يصير عدنا negative symptoms اللي هي الـ isolation والـ social isolation والآخرين ممكن أيضاً الـ glutamate دور بالسكتزوفرينية الـ glutamatergic الـ glutamatergic ممكن يزيد الـ neuronal browning هذا الـ neuronal browning خلي أفهمكم شنو الـ neuronal طبعاً هاي المحاضرة تحتاج أهواية كل نقطة أجيب كنا أفهمكم عليها لأنه المحاضرة أنتوا ما متعودين على مصطلحات الـ CNS فصبروا علي الله يرضى عنكم حتى أفهمكم عليها وحدة وحدة حتى لو نطول بالفيديوهات بس يعني حتى تفتهمون فالـ neuronal browning رب العالمين من يخلق أول ما يخلق الـ neuronal browning أول ما يخلق الـ neuronal بالـ empirical stages يعني بعدها بعدها وطلع وصار infant يخلق لها connectionات هواية كلش connectionات هواية يخلق لها بعدين بمرور الوقت الخلية رح تفتهم يا connection تريده ويا connection ما تريده أوكي فالظل تلغي تلغي بعض الـ connections تلغي بعض الـ connections فهذا الإلغاء بعض الـ connections اللي ما تريدهن يسمونه neuronal browning هاي الـ browning يعني كأنما إلغاء بعض الـ connections اللي ما أحتاجها نهائيا بعد بعد ما صارت الخلية العصبية عندها experience وعرفت عرفت الـ wireات اللي تحتاجها والـ wireات اللي ما تحتاجها فرح تلغي إلغاء بعض ما مطلوب لكن هو يطلع يطلع نحتاجه في مكان معين أوكي فهذا يسمونه neuronal browning لاحظوا أيضا الجين اللي هو control النمدة النمدة اللي هو receptor مال تلغي تاميت ممكن أيضا هو يعتبر part من هاي الـ process مال الـ browning أوكي يعني هذا أريد نوضح لكم أنه البلوتامية شلون أيضا يساهم بعملية الـ schizofrenia أكو الآن a lot of divers finding اللي تأشرنا تقول لنا يا بترى الـ immune system أيضا ممكن يساهم بهذه العملية بالـ schizofrenia مو فقط هاي الأشياء اللي حجيناها لا الـ immune system وممكن عدنا تطلع النفد auto antibodies أو cytokine تضرب لنا خلايا بالـ brain وتأدينا إلى اسكيزوفرينية وعلى الأكثر لاحظوا أنه positive symptoms مثل ما قلت لكم positive symptoms ممكن associated way dopamine receptor hyper activity يعني إذا زادت dopamine receptor hyper activity بالـ brain وين بياه منطقة بمنطقة يسمونها الميزو كوديت أنا ليش رحت لكم بالبداية حتى تفتهمون شنو كوديت وشنو ميزو كوديت الكوديت هي جزء من البيزل قاعنجلية هسا شرحت لكم ياهنا أرجع للصورة هاي الكوديت شوفوا هاي الكوديت هاي طويلة قلت لكم أكو إلها الـ head وإلها body وإلها tail هاي الكوديت اللي هي جزء من الـ striatum وسميته pathway سميته ميزو ميزو آنان أعفو أو نيقرو striatum pathway هذا نيقرو striatum pathway أوكي فهذا اللي أقول عليه هذا نيقرو striatum هو نفسه نفس ما أقول على يشبه إذا أقول ميزو كوديت لأن هي نيقرو أصلا صايرة بالميدبرين والكوديت صايرة بالسترياتم فيسمونها ميزو كوديت أو ممكن يسمونها نيقرو سترياتم pathway أوكي فإذا أصارت هايبر اكتيفتي بهذا المكان ممكن تؤدينا إلى positive symptoms عند المريض اللي هو عنده سكيزوفرين لكن negative symptoms وين تطلع عنه negative symptoms وال cognitive symptoms نيناتهن قد تكون لها علاقة بالدوبامين ريسبتر hypo function بالprefrontal cortex يعني إذا قلت قلت الاكتيفتي بالدوبامين بالprefrontal cortex اللي قلت لكم عليه هو المقدمة الكورتكس prefrontal cortex اللي مسؤول عن مثل ما قلت لكم thoughts والthinking والآخر هذا إذا قلبي الدوبامين ربما يؤدينا إلى negative symptoms مع السكيزوفرين أو يؤدينا إلى cognitive symptoms مع السكيزوفرين بينما positive symptoms هي مشكلتها الدوبامين hyperactivity اللي موجودة بالضبط بالميزو كوديت اللي هو يربط بين من بين الميدي برين والكوديت نيوكلي الكوديت نيوكلي اللي هي جزء من يعني جزء من البيزل غانجلي أوكي زيان نرجع الكلinical presentation أرجع أذكركم أنا عدي positive symptoms مثل hallucination خاصة مثلا المريض يسمع أشياء معينة أو يشوف أشياء معينة أو يتحسس أشياء معينة هي بالحقيقة لا موجودة أصلا فهذا يعني hallucination نسمي وخاصة أنه المريض أكثر شي يصير عدة hearing يسمع أصوات أكثر شي يعني auditory hallucination أو عدة delusions هي الأفكار الضالة اللي ما إلها أساس يعتقد اعتقادات معينة مو حقيقية أو أيضا بعد يشعر أنه أكو ناس مؤثرين علي أكو مثلا يقول لك أنا أكو جني أكو في الواحد يحركني أكو لا والله أنا المخابرات الإسرائيلية سوت لي فلان شغلة معينة هي بالحقيقة ما موجودة أيضا disconnected thought processes يكون يعني غير مترابطة الأفكار مالته و illogical conservation محاورات أيضا غير منطقية وال contradictory thoughts اللي هي يعني أفكار وحدة ناقض الثانية عد الميل كل هاي هي فصام ما الفصام اللي هي عبارة عن positive symptoms أما negative symptoms اللي صير عد يسمونها allogia allogia يعني ما عد كلام يقوله يعني بعض الأحيان يسكت ما عد كلام يحتي أو evolution ما عد أي دافعية يعني هو ساكت ما عد في الدافعية حتى يشارك بحديث أو حتى يسوي أي expression أو flat effect معناها أنه المريض من أنت حتى لو تباوع بوجه وتحكو إياه هو ما يسوي أي expression يعني ما عند أي expression يدل على أنه هو متواصل إياك إضافة إلى الأنهدونية الأنهدونية اللي أخذناها بال depression اللي يعني ما عد فد انتباه معين الذاكرة ما لتتقيل executive function يعني وظيفة تنفيذية مثلا كلها تقل هاي هاي كلها كلها ويرافقها un cooperativness يعني ما متعاون وياك أو مثل عدائية أو ممكن يسوي يطيك فد كلمات verbal أو فد حركات مال عداء يعني ساعة الساعة يشتم عليك أو يضربك هو هاي يسمونها verbal and physical aggression ممكن أيضا impaired self care skills يعني ما يمهتم بنفسه هاي disturbed sleep and appetite كلها نسميها هاي يدل على انه negative هاي ما مقدم هو هذا تارك نفسه وعايف نفسه في ذلك هاي negative symptoms اوكي انا متأكد كل هاي الاشياء يعني شوية الى حد ما بيها صعوبة بس منتقلونها وتفتهمونها تحسون انه انت يعني تطيكم فد اضافة جيدة بالحقيقة اوكي يعني كل هاي الاشياء اذا اضفت لكم فد بعض الصور اللي هو ذن الباثويز الموجود به هن الدوبامين والدوبامين مثلا الوفر اكتيفتي مع الميزوليمبك سيستم يطينا positive symptoms والاندر اكتيفتي مع الميزو cortical function يعني الدوبامين قليل بها ممكن تطيني negative and cognitive symptoms هذا خلاص اللي احكي العمل اللي احجيته من ساعة طبعا من المريض انا احتاج مثلا افتراضا عالجت بطريقة معينة والأكيوت سايكوتك ايبسود بدت تروح منه طبعا ما تروح نهائيا كل الاشياء تبقى عدنا residual features مثلا تبقى عده المريض يبقى عده سمونا suspiciousness دائما المريض عده يعني كأنما شكوك بالمقابل ايضا lack of motivation ما عده فالداثعية poor inside impaired judgment social withdrawal مثل ما مثل ما واحد ما يتعلم من التجارب شلون بعض الاحيان نقولكم واحد ما يتعلم من اخطاء وهذا دائما الحكيم هو اللي ممكن اللي يتعلم من اخطاء او من اخطاء الاخرين و poor self-care skills هاي كل هالاشياء ممكن تبقى عده المريض حتى لو راحت منه بالبداية الاكيوت psychotic episodes ممكن المريض ايضا يصير عده comorbid psychiatric and medical disorders وياها يعني مو بس لا ممكن عده depression anxiety disorder substance use general medical disorder مثلا respirator disorder cardiovascular disorder metabolic disturbances كون هذا ممكن يحصلا عد المريض ابو السكزوفرينية طبعا بالتأكيد هو هو السكزوفرينية عدة فلذلك دائما ما ياخذ العلاج مالك وما يتعاون بأخذ العلاج فلذلك دائما medication adherence is also common عد مريض السكزوفرينية شتون يسوون لديا يعتمدون على نفس المقياس اللي أخذناه بالdepressive disorder يسمونه يسمونه and statistical manual of mental disorder رقم خمسة هذا دي اس ام فايف ممكن يقول يابا المريض إذا عنده continuous symptoms persisting for more than six months يعني أول أول شرط أنه المريض يكون عده باقية لأكثر من ستة شهر بشرط يكون منها أكثر من شهر عده بيها active symptoms هذا اللي يسمونها criterion A أوكي وهذا الأولى ممكن ممكن بيها صغلات يسمونها prodromal أو residual symptoms prodromal هي الأعراض اللي تطلع بالبداية اللي تنذر بحصوله والresidual هي الأشياء اللي تبقى اللي تبقى عنده فهسا إذا أقل لك شنو criterion 1 criterion 1 1 عفو criterion A criterion المفرد ما criteria يعني criterion A معناها أنه المريض عده for more than one month أكثر من شهر عنده two of the following العفو two of the following must be present for a significant time شنهن two of the following اثنيا منهن لازم موجودات على موضة أقول هذا المريض عده criterion A منسك الزوفرينية لازم عده delusion أو hallucination أو disorganized speech وعده grossly disorganized أو catatonic behavior catatonic behavior فتح حركات معينة ساعة الساعة حركات شلون رأسا يحرك في الجسم ويوقف هي شي شلون نوبات تسويهن القطة بعض الأحيان هيش بالضبط تقلب نفسها والظلم جمدة نفسها بطريقة معينة سمونها catatonic behavior negative symptoms عده وعلى الأقل يعني احنا نقول criterion 1 كون عده 2 من ذن 2 منهم العددتهم كون 2 من عدهم بس على شرط أن تكون وحدة من ذن الثلاثة كون موجودات وي 2 عده dilution عده hallucination عده disorganized speech يعني إذا أريد عيد لكم ياه criterion 1 شهر كامل المريض كون يعاني من الأعراض التالية إما اللي هنا شرط شرط موجودات وحدة إما dilution اللي هي الأفكار اللي هي مو حقيقية dilution hallucination disorganized speech هاي لازم وحدة موجودة منهن على الأقل وحدة وحدة من الباقيات يعني احنا الشرط معلة criterion A عندي اثنية نكون عندي أعراض موجودة من هاي اللي استلعددتها بس بشرط على أن تكون واحدة من الثلاثة ذول الثلاثة الأخيرات واحدة منهم موجودة أصلا من ضمن ذن الثنين أرجو أن تكون مفهومة أما criterion B فهي يعني وي criterion A يكون تكون عنده significant impaired functioning الوظيفة العامة ما يقدر يأديها مالته فإذا صارت عنده criterion A و criterion B فهذول نقدر نعتبرها في الdiagnostic criteria اللي الخيزوفرينية طبعا قبل ما نسوي treatment للمريض شن نسوي لازم بالdiagnosis لازم المريض أبو النفسية يسوي له يعني يسوي له check للمental status وعن طريق neurologic examination يسوي له physical examination أيضا مو بس neurologic مثلا vital signs حتى وياها height مالته والweight على مودي treatment يسوي له complete family and social history يعرفها خافع الدوراثة يسوي له psychiatric diagnostic interview ينوم على الكرويتا ويسولفويا يجزع على تحاليل معينة مثلا CBC الإلكترولايت الهيباتيك function والرينا ويسي جي يسوي له للمريض وأيضا يديزونه على fasting serum glucose serum lipid thyroid function كل هاي يحتاجونها وأيضا يورين toxicology سكرين حتى يعرفون إذا عد يفرس شغلات ممكن يديل على سمية معينة باليورن أوكي التريتمنت ما لات المريض هذا مالتنا مبدئيا خليني هنا الحد التريتمنت وأقطع الفيديو وأجيكم إن شاء الله وراء فيديو آخر حتى ما تزداد عليكم طول الفيديوهات وتملون منه ترجمة نانسي قنقر